اكتر من 200 مليون دولار تجبة من المرفق لصندوق هيئة الاموال لا تمر بالنفق العادي لها اي تدخل الى مالية الدولة ثم تنفق وفق الاصول هالا الاموال بتتصرف فيها هيدا مش الهيئة حتى اللجنة متل ما بدنا نقول الا يمكن ان نسأل بهالحالة عن الرزق السيب علم وخبر عن الملف بهيدا تقرير مرفق بيروت مرفق عام غالبا ما بيرتبط اسمه بفضائح كبيرة بتهز البلد فكيف بلش وكيف صار شو هو اليوم عام 1887 وبفرامان عثمانة تم منح امتياز انشاء مرفق الى شركة عثمانية تحت اسم شركة مرفق وارصفة وحواصل بيروت فتتح المرفق باخر عام 1894 واستلمته شركة فرنسية ولاحقا عقد اتفاق بين الدولة اللبنينية والشركة المعنية صدق بانون صادر بـ 31.5 عام 1960 ونص على تحويل الاراضة الداخلة بملك الشركة الخاصة والمسجلة بمنطقة المرفق العقارية الى املاك عامة مرفقية بتخص الدولة مقابل بدل وايضا حول الاتفاق الشركة الى لبنينية مركز بيروت ومن مواد هالاتفاق كان تحديد سقف زمني بيشير الى انه من بعد عام 1990 بانتهى امتياز الشركة ومن هون توجهت الحكومة اللبنينية بوقتها على تسليم لجنة موقتة ادارة مرفق بيروت عرفت باسم اللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفق بيروت قصة هاللجنة هي الغريب فالحكومة ومن خلال وضع سبل تسليم المرفق لللجنة حددت العمل المالي للمرفق فنص الارار الوزارة على ان تقطع نسبة مئوية قدارة 25% من واردات ادارة واستثمار مرفق بيروت وتخصيصها لتمويل اشغال وتطويره وتوسيعه وهالامر بيترك الاستنساب لادارة المرفق بالتحكم بحقوق مليا عامة واكتر من هيك لجنة الموقتة لادارة مرفق بيروت بتستوفي ضرائب سيادية من المفروض انونا ودستوريا انه لا يفرض الا مجلس النواب وبتنفئه كما شاءت بعد موافقة وزارة النقل من دون مراجعة وزارة المالية وبالتالي ضيع اموال على الدولة رسوم المرفق هي بالواقع رسوم جمهوركية لانها تستوفى بحسب نوع البضاعة وليس على اساس وزنة او حجمة بيقول الخبراء لا بيحللوا ايضا انه هالرسوم هي حتما رسوم جمهوركية متسترة تحت اسم رسوم مرفق اولا هربا من شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يلي لبنان عضو مرائف فيها وتانيا لتأمين دخل المرفق بعيد من اي رقابة وهي بتزيد على سعر السلع تقريبا نسبة 3% وحتى اللحظة ما نشحت مساعة اي من المسؤولين بانهيئها الاجذوبة اللي بتخسر الدولة اموال طائلة سنويا معنا بهالفقرة منصق المرصد اللبناني للفساد أهلا وسهلا فيك حدثك ايضا مستشار نائب سام الجميل لشؤون الادارة وانتوا هلأ بورشة دائمة لمواضيع الفساد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أهلا فيك أهلا فيك أهلا فيك يعني هاللجنة مؤقتة بتقدر انه تجبي رسوم هي اصلا سيادية عم تجبيها تحت اطار رسوم مرفقية وهيدي رسوم يعني هيدا رسوم انه عم تنحسب بس ما عم بتروح على مالية الدولة وترجع تنفق وفق الأصول اللي هي تتبع فيها وفق أصول المحاسبة العمومية هيدا شو فينا نقول عننا باختصار يعني مئتين مئتين وخمسين مليون دولار حوالي يمكن أوقات بتوصل لتلات مئة مليون دولار بهيدا الشكل هيدا شو بنقول عننا يعني انت اختصارتي كل هيدا الموضوع بكلمة وحدة هو رزق سيب بيعلم الناس الحرام مما اجا بعضوية هيدا اللجنة متاح لقلو يفسد إلى أجل غير مسمى اليوم المخالفة الأولى اللي عملت هي عملها مجلس الوزر هو اللي بتحمل مسؤولية هيدا الشي المخالفة عملت بالوحدة وتسعين من ستة وعشرين سنة وبعدها مستمرة استبدل امتياز الامتياز وفق الدستور وفق القوانين اللبنانية المراعية الإجراء بيعطيه مجلس النواب اليوم نعطى امتياز بقرار وزاري يعني الحكومة صادرت دور مجلس النواب أو عملت لجنة مؤقتة وبعدها لحنا نقطة الثانية هي حاليا اللجنة الحالية منتهت صلاحية يعني إلى من 2001 أو 2002 بعدها عم تشتغل نقطة الثالثة يلي شرحها البروغرام بالتقرير هي مسألة الرسوم السيادية كمان الرسوم والضرائب بدأ أنون اليوم 3% تقريبا من قيمة الصادرات والواردات إلى لبنان يعني عمليا عم نأثر على مجمل الاقتصاد اللبناني مش مسألة فساد بسيطة هيدا بقررها ناس منتهيين صلاحية ومعينين بمجلس استقالة لم تقبل الاستقالة لم تقبل الاستقالة مجمدة بوزارة الأشغال منذ عهد الوزير السابق غازي زعيتير لأكتر من هيك حكي كمان التقرير عن مسألة القرار الوزاري يلي بيعطي 25% للمالية والبقوة بتتصرف فيهم اللجنة المؤقتة هيدا الشيء كمان مين حددوا يعني هل وزارة المالية هل اتفاق بين وزارة المالية ولجنة مؤقتة من دون معرفة النواب ومن دون أي أنون ومن دون أي لجنة من مؤسسة عامة لا أنون ولا دستور نعم لجنة من مؤسسة عامة مثلا صيدة مرفق صيدة في مؤسسة عامة مرفق بيروت من مؤسسة عامة حتى من معتمد معايير المؤسسة يعني غير خاضع للرقابة اللحقة لديوان المحاسبة غير خاطئ على التفتيش المركزي غير خاطئ على أي رقابة لا المسبقة ولا اللاحقة مثل هيئة الإغاثة بس هيئة الإغاثة كان لها ضرورة تكون هيئة يمكن هيئة الإغاثة لا فيها وضع شارعي هذه وضع كليا غير شارع هذه لجنة مش هيئة وهون إذا بدك في سكوب تفضل أنه من 14 سنة هؤلاء 25% اللي كانوا يقتطعوا لخزينة المرفأ أو حساب المرفأ كانوا يوضعوا بمصرف لبنان سمح لهذه اللجنة المؤقتة في حينها أنه تحطهم بالمصارف الخاصة مش بمصرف لبنان أكيد لا يعني تخطط نظام الهيئة هيئة إدارة السير عندها حساب بمصرف لبنان حتى تخطط إطار أنه نظام هيئة هيئة إدارة السير مؤسسة عامة مقر نظامة بمجلس النواب يعني ما حدا بيكشف أنه عديش فيه أموال بالهالحساب وقديش مين عم بيسحب منه نعم أكتر من هيئة بحساب شو بحساب اللجنة أكتر من هيئة بيحدد بأي مصرف بيوضع هذه الأموال حسب الفايدية اللي بتعطى يمكن فيه كوميشن عليها هيك ما بنعرف يمكن فيه بنافتس بياخدها بياخدوها أعضاء اللجنة نحنا اليوم يعني هلأ هالحديث اللي عم تفضل فيه في عنا صار قانون حق الوصول إلى المعلومات نحنا مررين كنا بهالبرنامج أول ما بيصير القانون نافذ بالجريدة الرسمية نعمل تجربة أنه نشوف بكتاب خطة نطلب كمواطنة أنا عادية أو أي مواطن يطلب أنه نعرف كيف تجبى وكيف تنفق شو عم تصرف هذه اللجنة المؤقتة بمرفع لبنان أولك رح نقدر ناخد أجوبة يعني بتصور الدولة اللبنانية ما بتعرف شو بتجبى وشو بتجبى نقطتين بالأنون نحنا بدنا نجرب نقطتين بالأنون طعنا فيها الام تي في بآخر تقرير على الرئيس سانيورة رفع دعوة قط حزم هون الأنون بيحمي هيدا تركينا على التنين أنا بدأت لأحكي فيها لأنه هيدا مهزلة كبرى يعني الأنون المفروض يحمي كاشفي الفساد كاشفي الفساد بيروح على محاكم القاضح والزن محاكم إذا مش تهديد شخصي يعني نحنا فينا هلأ المشاهدين بيقولوا ليش ما بتسموا لإشياء بأسامية مين بيضمن إذا بنرجع البيت نعم وأنه هذا الموضوع هيئته هيكي لفتلك نظرك أنه الرئيس السانيورة أنه عندك الملف هيئته لسوق الحرة يعني السوق الحرة بعدها شوي مقاونة أكتر من مرفق بيروت مرفق بيروت في كمان أنا عزدي أنه لفتلك نظرك أنه يصير إدعاء وهو أصلا مصبت شاركته بمحمد زايدان بكذا باستجل التجاري يعني على أي أساس عم بيرفع دعوة إذا بالعودة يعني هو شريكه الرئيس السانيورة لمحمد زايدان الزميلين غسان سعود ورول إبراهيم حطوا بكتاب لإلون استجل التجاري كيف بيرتبط محمد زايدان بكذا شركة بالرئيس السانيورة نحن رح نبين هيدا الشيء لاحقا خلينا هلأ بموضوع المرفق موضوع المرفق اللي عم تقوله أنه يعني هيدا الحسابات اللي بمصارف خاصة وهيدا الخطر فيها هل بنعتبرها أنه لازم تكون إخبار اليوم للنياب العام المالي النياب العام المالي كان إلا صولات وجولات مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة مرفق بيروت واستدعي قدام المدعي العام المالي ولكن التحقيق لا أحد يعرف لين وصيل اليوم النقطة الأساسية بعمل لجنة المؤقتة هي أول شيء بترفع الإنفاق الاستثماري لتنزل العائدات تبع الدولة اللبنانية وبالتالي يصير التصرف بهذا الإنفاق الاستثماري وغب الطلب وهون أكترية هذا الإنفاق الاستثماري يعني بيصير عبر اتفاقات بالتراضي يعني شفنا مسألة ردم الحوض الرابع والتراجع عن ردم الحوض الرابع هنا بدي فت على حوض الرابع لأنه سنة 2012 ما أرسلت هذه اللجنة كشفات عن إيراداتها بحجة الحوض الرابع ما حدا عرف شو عم تعمل وكانت عم بتلزب 135 تقريبا مليون دولار من دون ما يكون في أي إشراف على هذه المناقصة أو هذه التلزيم قدرتوا أنتوا تصديتوا للحوض الرابع بوقتها نعم ولكن ماذا بعد الحوض الرابع أنهي العقد ولكن المشروع لم يلغى يعني ما تأخذ قرار بمجلس إدارة مرفق بيروت بإلغاء العقد في جانتري كرينز انشاروا بتقريبا 50 إلى 60 مليون دولار رح ينجابوا هلأ ومقلوا المحل يعني رح حطوهم بدون شغل كمان باتفاق بالتراضي من المسؤول معروف من المسؤول من يحاسب لا أحد يحاسب اليوم كل هالشغل اللي عم بيصير بمرفق بيروت وصار صار أول شي بدون ماستر بلان للمرفق بدون دراسة جدوى اقتصادية لمجمل أعمال يعني ردم حوض بما يمثل حوض الرابع على بشرق المتوسط بدون دراسة جدوى اقتصادية ضرب جنود محق الاقتصاد اللبناني نقطة تالتة والأهم يعني بالنسبة لكل المجتمع المدني هي أنه ما في احترام لقانون الحماية البيئية الأربعة أربعة أربعة ما في دراسة أثر بيئي لردم بحر هلأ في تلزيم جديد لنفايات المرفق هذا التلزيم هلأ طلع على الإعلام ولكن هو موجود نعم كمان تلزيم تراضي لا كان في مناقصة مناقصة صورية الملتزم بجمع ونقل النفايات من مرفق بيروت محتطلو بدفتر الشروط أنه بدون ينقل النفايات إلى مطامر أو مكبات أو معامل فرز اللي عم بيصير أنه بيطلع بكبهم بحاويات سوكلينة بعيد 10 مطار عن مرفق بيروت ولا حتى ترجع سوكلينة تشيلهم وبيضلوا وقت طويل على الأرض وبيحسبوا من أول وجديد ويمكن يكون نفس المتعهد جوا وبر اليوم لازم ينحك أنه معالي وزير العدل حاليا معالي وزير سليم جريساتي كان عمل مطالعة تاريخية أنونية بس تاريخية بتفاصيلها حول وضع هاللجنة هاللجنة اللي عم نحكي فيها وعدم أحقية أنه تجب ميل وعدم أحقية أنه تصرف بهذا الشكل وفند بالأنون اليوم معالي الوزير الجريساتي أنا بتوجه له هو وزير عدل بالمقابل عندنا طلب استشارة أو شكوى مقدمة من الوزير فادي عبود اللي ما نبعيد عن الوزير الجريساتي لهيئة القضايا اللي هي تبع على وزارة العدل من سنة 2013 طالب أنه يتم التحقيق بهذه اللجنة وبعمل هذه اللجنة وبعد لها حسب ما قال الوزير عبود أنه ما إجا جواب يعني اليوم هل مننتظر لسيما وأنه في شخص اليوم هو وزير عدل هو يعيش هذا الملف وحكي فيه وناضل فيه بكتاباته وفيه اليوم فيه بسهولة يطلب من هيئة الاستشارات والهيئة القضايا أنه ترد على الوزير عبود على الأقال شو رأيك نعم أكيد الوزير الجريساتي اليوم مطلوب منه بصفة وزير للعدل أنه يحمل هيدا الملف لداخل مجلس الوزر ولكن أنا كنت بلجنة تصدي لردم الحوض الرابع وكان فيه معنى دولة الرئيس كمان غسان حصباني وبيقى مطلع بتفاصيل الملف بس سري قبل بس لو بدأتعك أنت عم تقوله إيش بيته يحمل معه الملف على مجلس الوزراء أنا بديقول أنه على الأقال هو بيتيليفون واحد بيقدر يقل له لهيئة القضايا بيكتب له كتاب ثلاث تسطر لهيئة القضايا بيقل له أنا أنا بدي أتحققه بكتاب الوزير السابق فادي عبود اللي تقدم له إليك قبل ما يحمل الملف يعني لماذا لماذا لا يطلب تحقيقات هيدا دعوة لأله وتمنى منه دعوة على الهول تفضل اليوم اللي عم ينحكى بكواليس هذا الملف أنه الحل قد يكون بإيقالة أو قبول استقالة استيس حسن رايتم وأعضاء اللجنة وتعيين لجنة بديلة يعني اليوم شفنا ملف أجيرو أنه حدا قعد محل حدا بس كل الكلام والمقاضات وكذا انتهت اليوم ما المطلوب استبدال لجنة بلجنة المطلوب من مجلس الوزراء يلقت هذا الملف من أساساته يعني اليوم نشوف استراتيجية وطنية للمرافق اللبنانية نشوف هاي أناظمة للمرافق اللبنانية نشوف يمكن خصخصة أشياء محسسة نعطي الأمر ما عم نقدر حتى نحنا نعبر عنه بدخامته يعني 250 مليون دولار يعني هلأ كل مواطن عم يسمع ببيته إنه 250 مليون دولار بينصرفوا على دمة رئيس اللجنة يعني هيك على دمته إذا كان قدم أو مش قدم أو إذا إنه كيف كيف ممكن هذا تنشأ دولة بهالممطل ممكن يجي يقلك رئيس اللجنة هلأ أنه بينين نحنا هيدا الشيء على دراسات عملينا المضرب المرفع ودراسات عملينا شركات استشارية ألمانية سالهورن وإلى آخر مين عم بيحسب مين عم بيطلع على دفترهم شو بيصرفوا شو بيحضوا ما حدا في أودت في إنترنل أودت باللجنة المؤقتة ما بقى معي وقت كتير شكرا بس بدي أشكرك بس ولكن شغلي بس بدي مرأو والناس لازم ينتبهولها بظل هيدا الفوضى هيدا الفوضى ضياع ملايين 200-300 مليون مش معروفين كيف عم بيروحوا بظل هيدا الموضوع عم يقترحوا اليوم بالموازنة زيادة درائبية على الرسم جمركية جديدة فهون يخلي الناس تشوف هيدا المفارقة طبعا آخر كلمة إليك بدنا ننهي الحل الكلمة أنا بتوجه فيها لفخامة الرئيس جنرال عون يلي كان متابعا كثب لهذا الملف وانتدب أكتر من وزير سيبي لدراسة هيدا الملف البديل منه تعيين لجنة جديدة البديل نظر لوضع هذه اللجنة من أساسه يا إنشاء مؤسسة عامة يا خص خصية هذا المرفض البديل طبي يضي هيدا السندوق ويفوت على المالية طبعا والبديل أنه يتجاوب على الوزير فادي عبود بإزل لجنة الهيئة الاستشارات والقضايا ويتحرك وزير العدل فوران شكرا لك شكرا سيبا بدأ أشكر كل الديوفي بفقرات هيدا الحلقة على أمل اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع المقبل تسبعوا على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة